النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي في انطلاق الدورة الرسمية أو بداية الأعمال الدورة النهاردة مفترض أنه حيلقي كلمة مصر بيان مصر في أمام الحشود الموجودة أنا عايز أقول لكم في 86 رئيس دولة وخمس نواب رؤساء دول 49 رئيس حكومة و51 وزيرا وولي العام نحن منتظرين أي وقت الرئيس يلقي بيانه أمام الجماعية العامة حيستعرض في هذا البيان مجمع للتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وعن مواقف مصر إداء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط حيكون معايا ضيوف أعزاء النهاردة هنتكلم معهم حيكون معايا السفير هاني خلاف مساعد وزير خارجية الأسبق لشؤون العربية حيكون معايا زميلي الكاتب الصحب الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وهتكون معانا من نيويورك لميس الحديدي اللي عاملة مجموعة من اللقاءات بذل جهد جبير جدا في ظل ظروف صعبة استطعت أنها تجري مجموعة من لقاءات مختلفة مع المصريين والأمريكيين والأجانب والعرب في هذا الملتقى الهام منذ لحظة وصول الرئيس وهو في لقاءات مكتفة احنا شايفين مشاهد هو ده مع الملك عبد الله وده وزير خارجية مصر طبعا التقى الرئيس مين؟ مبارح الرئيس التقى بدونالد ترامب وهيلاري كلينتون في لقاء المنفصلين كل اللقاء استمر 30 دقيقة النهاردة الصبح التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند وكلموا في العلاقات الصناعية والقضايا الإقليمية ما حدش حيقولنا إيه اللي در جوه بالزبط يعني كلموا عن عملية السلام في الشرق الأوسط عن المبادرة الفرنسية اللي بتدعمها مصر بقوة أو المبادرة المصرية اللي بتدعمها فرنسا بقوة لحل المشكلة الفلسطينية أيضا رئيس التقى عهل الأردو الملك عبد الله أجر معه لقاء ودر بينهم ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي التقى تريزا مي رئيسة وزراء بريطانيا اللي تطلعت وقالت له لسيادة الرئيس إحنا بنتطلع لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وتطورها على جميع الأصاعدة السياسية والاقتصادية وقالت إن إحنا حرسين جدا على مساعدة مصر في أزمتها علشان ندعم جهود النهوض بالاقتصاد القومي إحنا أكتر مستثمرين في مصر من الدول الأوروبية طبعا عايزين نزود هذا الاستثمار أيضا رئيس عقد بمقر إقامتي في مدينة نيويورك اللقاء مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي كان فيهم مسؤولين عسكريين سابقين قيادات مراكز الأبحاث ودوائل الفكر اللي هم بتموهم التينك تانك في أمريكا مجموعات التفكير اللي في أمريكا دي مراكز مهمة كما شمل اللقاء رؤساء رومانيا والأردن وفلسطين وملطة وأغندا ومقدونيا كل دي لقاءات أجراها السيد الرئيس الرئيس شارك في ندوة نظمها الرئيس الفرنسي أولند لعرض المشروعات الخاصة بالطاقة اللي حتى يقوم بها فرنسا في أفريقيا بمشاركة رؤساء غينية وتشاد وعدد من المنظمات المعنية أيضا أجرا رئيس حوار هام مع شبكة بي بي اس الأمريكي وده إحنا طول الوقت حرصين أن يبقى عندنا صوت بيصل إلى وسائل الإعلام الغربية في أمريكا أو في أوروبا عندنا مشكلة في التواصل كل الأسئلة إذا كنا مقتنعين إن احنا صح لدينا إجابات عليها النهاردة رئيس وهو بيجروا الحوار طرح عليه العديد من الأسئلة تكلم عن التمييز الديني في مصر وقال إحنا ما عندناش تمييز ديني وإحنا أصدرنا قانون دور العبادة الموحد اللي بقاله 150 سنة محدش قادر ياخده سألوه عن العلاقات المصرية التركية هل في تحسن فقال لهم حتى الآن لم يحدث وقال المنطقة فيها ما يكفي من صراعات إحنا مش عايزين نعمل خصومات وهو جزء من سياسة الرئيس إن أنا مش حلتفت لأي حد بيجريني المعارك الجانبية إحنا عندي مشروع بلد مهددة في كل حدودها شرقا وغربا وجنوبا عندنا حدود مفتوحة وعندنا مناطق مشتعلة جدا الرئيس تكلم عن أن وإنت بتحارب داعش في سوريا أو في العراق حتصب فين في الآخر حيهربوا فين حيجوا ليبيا فإذا خرجت ليبيا من المعادلة أنت بتعمل لي أزمة بتعمل لي دولة شقيقة كارثة وبتعمل لي أزمة على حدودي إحنا بنحمي زي ما الرئيس قال ألف كيلو حدود مع ليبيا ودي مسئولية صعبة جدا عايزة جيوش قال إن احنا بنحاول إعطاء الوقت والفرصة للآخرين اللي هو أردغان وحكومة أردغان لتفاهم ظروف المنطقة والظروف الجريعة في مصر بنقول مع الوقت حيفهمه إحنا بنعمل إيه في الوضع الاقتصادي قال الإرهاب حرم مصر من موارد كبيرة كانت تساهم في دعم الاقتصاد والعناصر الإرهابية بتحول زعزعة الاستقرار عشان تضعف الاقتصاد لأنه في النهاية بيأثر عن مواطن وبالتالي حيأثر على استقرار البلاد اللعبة واضحة جدا ومتفق عليها يعني قال إن مصر بتواجه حربا شارثة شارثة ضد الإرهاب لأكتر من ثلاث سنوات وتعمل على توفير الأمن على طول حدودها مع ليبيا لتصل إلى أكتر من ألف كيلو متر وكذلك على طول حدودها الجنوبية وده بيحتاج بدل جهود ضخمة وموارد كبيرة تكلم عن صندوق النقد الدولي وقال إن أنا بدعم مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتتبنى الحكومة هذا اللي حيتعب الناش شوية لكن ما فيهش حل تاني إن ما عملناش كده حندفع فطورة أعلى بعد شوية لازم ندور على محدود الدخل وننقذهم من خلال حاجات كتير فيها جزء حنتكلم فيه دلوقتي ولكن ليه جزء بالرقابة وليه جزء بالدعم وليه جزء بالتكافل وليه جزء بالاستثمار عشان الناس تشتغل فيما يتعلق بالجهود الرمية حول حل الدولتين فلسطين وإسرائيل قال إن السلام بتكلم عن رئيس عفتاح السيسي في حواره لشبكة بي بي اس قال إن السلام يستطيع أن يغير وجه المنطقة وإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل يمكن أن يسمح للمنطقة بأن تتمتع بأمن واستقرار وقال إحنا مش عايزين نغفل أبدا إن القضية الفلسطينية كانت أحد الأسباب الرئيسية لظهور الإرهاب وإذا تم إيجاد سبيل لتحقيق تسوية للقضية الفلسطينية سيكون هذا بمثابة وسيلة يمكن أن تضمن الاستقرار وأنفتاح العلاقات بين إسرائيل والدول العربية وحتما هذا الموضوع كان محور حواره مع الرئيس عباس أبو عفوا عباس أبو مازن الذي التقى في هذه السفرية أو سألتقي به أيضا بالنسبة ليبيا الرئيس قال كلما زادت ضغط على العناصر المتطرفة في سوريا والعراق فإنها تنتقل إلى ليبيا محذرا من مغبة اقتصار مواجهة العناصر الإرهابية على سوريا والعراق دون ليبيا وقال إحنا عايزين ننجح العملية السياسية في ليبيا والعملية السياسية دي اللي بتكلم معنا دلوقتي أوباما في سوريا وبيقولك لا يوجد حل عسكري في سوريا أو ما للفلوس اللي اتدفعت والأسلحة اللي كانت صلاحياتها هتنتهي والشركات اللي أنتجت استخدمتوها ليه طالما ما فيش حل عسكري في سوريا وفيما يتعلق بالأزمة السورية أكد السيسي على أهمية التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن سوريا وضرورة إبداء الأطراف الإقليمية التي لها مصالح مباشرة من أجل إيجاد تسوية الأزمة السورية عايز الأطراف كلها يكون لديها مرونة ونفهم السعودية لها مصلحة في استقرار أوضع في سوريا ولكن لن يكون بشار هو الحل الآن بهذا الشكل قطر لها مصلحة في خراب كل حاجة خلوا قطر على جنب لكن أنا بتكلم عن المملكة العربية السعودية لها دور ولها مجموعة من المصالح زي ما مصر لها دور في استقرار سوريا ومجموعة من المصالح روسيا عندها دور كبير ومهم إيران فيعني حنتجمع كلنا حنتجمع كلنا لأنها لعبة مصالح مش حاجة تانية يعني الرئيس كمان مبارح لطاقة رأساء اليمن وقبرص والمستشار النمساوي اللي وجه الدعوة للرئيس لزيارة رسمية للنمسا وقد قبل الرئيس هذه الدعوة وحنا عرفين قلنا لكم مبارح أنه قابل بانكيمون واستقبل أمس النائبين الجمهوريين دانا رور باخر رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي وفرانش هيل عضو لجنة الخدمات المالية الرئيس كان خريص أنه يشرح التطورات السياسية والإقصادية والاجتماعية اللي بتشهدها مصر وجهود ضمان وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار لما كلموا عن المظاهرات قال لهم أولا بالنسبة للمظاهرات أنا ما في القانون عندنا بيسمح بالمظاهرات لكن من خلال إجراءات قانونية بالنسبة للناس اللي تم الأبضع اليوم هم يغطعوا لإجراءات قانونية لا تتيح لي الآن إني أصدر قرارا بالعفو الرئيس باراك أوباما الرئيس الأمريكي في خطواته الأخيرة نحو الوداع ويبحث عن وظيفة ياريت نلاقي له وظيفة عندنا مصر ممكن والله لو تجالوا عرض كويس ممكن يقبل ما عندهمش الكلكعة بتاعتنا يعني رئيس جمهورية السابق احنا شوفنا كلينتون كان بيروح ندواته ياخد فلوس عادي جدا ويشتغل في أي مكان بوش نفس الشيء بيشتغل مستشهره بيروح في أماكن كتيرة جدا وشوفنا في بريطانيا نفس الشيء بلير ما هو مستشار وكان بيجي لنا مصر وكل ده بيحسابه يعني فنشوف أوباما إيه المانع يعني أوباما أكد على ضرورة تحترام الأديان ورفض السخرية سخرية بعض الصحب من النبي الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد وقال إن كثيرا من مشاكل في الشرق الأوسط برزت لأن بعض القاضة يرون أن شرعياتهم تنبع من مواجهة المعارضين مشينا لأن كل من يؤمنونه بالديموقراطية يجب أن يرفع أصواتهم رغم بعض العيوب وقال ينسى صنع السياسات بأنها يجب أن تكون مدفوعة من الشعب وليس من الحكام وعلينا بناء ديمقراطيات حقيقية وذلك ببناء المؤسسات كلام نظري بقى يفكرنا هو بس عمله إيه في الدموقراطيات ولما دخل العراق علشان يرسل الدموقراطية زي ما قالوا لنا وصلوا لإيه واللي عملوا في سوريا وصل النتيجة لإيه خراب في خراب في خراب كل هذا بزعم أنهم يبحثون عن الدموقراطية ما قالواش أنهم بيزعموا أنهم سيطروا على المنطقة على بترول المنطقة وأصبحوا يتحكموا فيه بقى عندهم قواعد عسكرية أكبر من دولة قطر الغاز حاجات كثير جدا السلاح ترسانات السلاح اللي كانت عندهم وبعوها قال إن اندماج الاقتصاد العالمي جعل حياة الملايين حول العالم أفضل وإن الفقر انخفض بنسبة تربعين في المئة عندوكو شأن تخطوا فلوسنا كما انخفض عدد من يعيشونا في فقر المطقة إلى 10% من سكان العالم وفي الآخر قال لا يمكن القبول بأن يسيطر 1% من سكان العالم على ثروات 99% مطالبا بدعم العمال لكي يعيشوا في حياة كريمة طيب دي رحلة الرئيس اللي هنرجع لها تاني مع جوفي ومع لميس الحديدي ونكملين ترجمة نانسي قنقر